في تساؤلات طال الحديث بها كان العراق أمام إجابات مجهولة فيما يتعلق بالذهب الأسود النفط خير بلاد الرافدين كان التساؤل الذي تفاقم مع حكومات تغلغل فيها الفساد فيما مضى من يسرق نفط العراق لكن اليوم ومع عقارب الساعة المتسارعة تجاه التوقعات الإيجابية الشعبية لتغيير حقيقي بدأت الجهود الكبيرة نحو إنتاج النفطي بشكل يحصن الاستغلال المثمر اقتصاديا ويعود على العراق والعراقيين بالفائدة وتحسين الواقع المعيشي إعلان وزير النفط إحسان عبدالجبار عن أمكانية وصول الانتاجية النفطية إلى 7 ملايين بحلول العام 2025 إعلان يضع في كفة الميزان الراجحة نحو النوايا الحقيقية للتغيير الاقتصادي يرتبط العزم على الانتاج النفطي باتفاقات نتجت عن زيارة الحوار الاستراتيجي التي أثمر عنها نهج رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالمشترك مع أمريكا ما يفتح الطريقة أمام أفاق استثمارية جديدة الإعلان لا يبدد مخاوف الاقتصاد فحسب بل يمهد لاستقلالية القرار الاقتصادي العراقي ويزيد فرصة اعتمادية البلاد على ذاتها اقتصاديا يتمثل هذا بإيقاف استراد الغاز سيما من الجارة إيران سيادة اقتصادية منشودة هي إذن إلى جانب فرص أكبر باللجوء إلى طاقة بديلة بعد عام 2030 سيما أن العراق بلد تعتبر الطاقة الشمسية فيه ملاذا آمنا للاعتماد على موالد طبيعية بعيدة عن النفط ترجمة نانسي قنقر